فعادة إذا إنسان يعني بيتكلم باسم الرب لازم حضوره رب يكون فيه وكلمة الرب تكون فيه ويكون إنسان مستقيم وعنده محاسبة لكن إذا الإنسان بيفقد المحاسبة فكل إنسان بيدعي النبوة بيدعي الكلام الرب كلمني بدون أي محاسبة وهذا الشيء المغلود الكتاب المقدس واضح عنده مخطط واضح من خلال مجيء المسيح الأول وموته على الصليب النياب والكفار وصوف يرجع ثانية ليكمل العمل أقصد لكي يملك على الجميع لأنه ليس اليوم ليس الكل عن بتوج المسيح رب ليس الكل راضي أن المسيح يكون ملك عليه لكن فعلا إذا تمت النبوات الأولى لابد أن تتم النبوات الأخيرة عندما يرجع يسوع المسيح من أجل هذا أنا بدعوك اليوم اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم الآن هو ذا وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص فما تتردد ما تأجل هذا الموضوع أطلب الرب مدام يوجد فالله فعلا بحبك وعنده مخطط رائع لحياتك لكن عليك تصنع هذا القرار ترجمة نانسي قنقر